شارك وزير الخارجية والهجرة بدر عبدالعاطي في أعمال الجلسة الافتتاحية لقمة المستقبل المعنية ببحث تعزيز العمل الدولي متعدد أطراف وفي قلبه لأمم المتحدة وإصلاح مؤسسات الحوكمة الدولية بما يسهم في تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ورحب وزير الخارجية باعتماد مخرج قمة المستقبل المتمثلي في مثاق المستقبل وملحقيه إعلان الأجيال المقبلة والمثاق الرقمي العالمي والذي أجريت المفاوضات الحكومية عليهم لأكثر من تسعة أشهر وعبر عن تقديره العميق لجهود وريادة الأمين العام في طرح مبادرة قمة المستقبل بغية تطوير المنظومة الدولية متعددة الأطراف